أهلا بكم أعلان الجيش السوري اسقاط طائرتين إسرائيليتين واعتراف الجيش الإسرائيلي بين طائراته الحربية أطلق عليها صاروخا أرض جو لم يصيبا هدفهما طرحا أسئلة عن نوع الصاروخين الذين أطلقا ليتبين لاحقا أنهما من نوع سام خمس أسمائتين وهي منظومة دفاع جوية روسية بعيدة المدى مهمة هذه المنظومة التصدي للأهداف المتوسطة والعالية لارتفاع وقد صممت بالأساس لدفاع عن مساحات واسعة من الأرض ضد المقاتلات المهاجمة والطائرات الإسراتيجية تتألف كل بطارية من سام خمسة من ست قاذفات صاروخية ورادار يبلغ طول هذه المنظومة عشرة أمتار أما قطرها فيصل إلى مئة سنتيمتر أقصى عرض فتحة الجنيحات مئة وخمسة وستون سنتيمترا أما الوزن عند الإطلاق فيبلغ أكثر من سبعة آلاف كيلو جرام تقريبا الرأس الحربي الشديد الانفجار فيما عدد قاذفات منصة الإطلاق واحد على منصة إطلاق ثابتة وبالنسبة إلى طريقة التوجيه فأنها تكون لاسلكية في المرحلة الأولى ثم بتوجيه رادري إيجابي تتميز منظومة سام خمسة بمحرك ذي ثلاث مراحل الدفع سرعته القصوى تصل إلى ثلاثة ماجات فاصل خمسة أما المدى الأقصى فثلاثمائة كيلو متر فيما يبلغ مده الأدنى ثمانين كيلو مترا يملك صاروخ سام خمسة ميزة مهمة وهي يمكن تحويله إلى صاروخ بلستي بعد تعديله ليحمل رؤوسا حربية شديدة الانفجار أو حتى رؤوسا نووية بحصيلة خمسة وعشرين كيلو تون وبهذا فأنه يستخدم في هذه الحالة كمساند مهم للصواريخ البلستية الأساسية في توجيه ضربة إلى الدول القريبة المجاورة أو حتى لتضليل نظام الدروع الصاروخية والتشويش على راداراتها وتضليلها عبر إطلاق كمية لا بأس بها منه إلى أرض العدو